أول حاجة عن الالكتريكال سيفتي بنكلم عن الالكتريكال شوك هازر بيسيكلي بنكلم عن الالكتريكال شوك بتحصل لما الشخص بيبقى هو نفسه بمعنى الكارنت بيمشي من خلال جسم الإنسان وطبعاً الكارنت ده بيمشي يعني لو الكارنت ده ماشي فترة أطول الحقيقة الخطورة بتاعت الإصابات اللي ممكن تحصل واحتمال الوفاة بيبقى أعلى فطبعاً الـ prevention is the best policy نحن بنحاول نمنع أي حاجة تؤدي في الآخر إلى الالكتريكال شوك في عندها نوعين أساسيين من الـ possible situations اللي بيحصل فيهم الالكتريكال شوك أول نوع بنسميه الماكرو شوك الماكرو شوك معناها إن الكارن بيمشي عن طريق طرفين الطرفين دول خارج جسم الإنسان يعني مثلاً بين الطرفين بين الـ two arms أو بين arm و one leg ويعني أي جزئين من أجزاء جسم الإنسان بس الـ electrical current أو الـ entry point تحت الـ electrical current والـ exit point كلهم خارج جسم الإنسان في الماكرو شوك بيبقى عندنا وضع مختلف شوية إن بيبقى فيه عندنا جزء من الـ أو واحد من الـ terminalis بعد الـ current موجود داخل جسم الإنسان يعني لو فرضاً فيه عملية جراحية أو فيه catheter يعني مثلاً داخلها داخل جسم الإنسان والـ catheter دي حصل فيها leakage current وخرجت بعد كده عن طريق ground يعني ground موجودة في مكان ما أو في طرف الأطراف الجسم الإنسان ده بتكلم عليه أنه هو مايكرو شوك علشان بيبقى خطورته أعلى بكتير جداً من المايكرو شوك المايكرو شوك بيحصل داخل الجسم والـ current الصغير ييمشي ممكن يؤدي إلى خسائر أكتر بكتير جداً من الـ current بيمشي من خارج جسم الإنسان طبعاً في الآخر أي كرم بيمشي في جسم الإنسان بيعمل مشاكل عموماً وبتحاول نتجنبه فمهم جداً Don't get shocked يعني basically بتحاول بأي شكل من أشكال أنك أنت تتجنب أي critical shock سواء بالنسبة للمريض بالنسبة للطبيب بالنسبة للمهندس بالنسبة لأي حد حواليه جهاز الطبيب لو نتكلم على تأثيرات الطيار الكهرابي على جسم الإنسان بنتكلم على إن إحنا أقل من 1 ميلي أمبير الحقيقة بيبقى يعني لما نوصل 1 ميلي أمبير بيبقى perception level أقل من كده ممكن أكتر لي ما نحسش به perception level معناها نحس إن في حاجة بتبقى برا عن slight tingling sensation يعني نحس إن في حاجة زي يعني بنحس إحنا يعني لما يكون فيه مثلا electrostatic ولا حاجة بنحس بحاجة كده زي يعني إحساس إن في حاجة مش يعني مش معتادة ودي بتبقى basically يعني ما هياش خطورتها كبيرة في غالب الأحوال بس برضو بنحاول نتجنبها عموما Once إن إحنا وصلنا لـ 5 ميلي أمبير الحقيقة يعني definitely بيبقى فيه slight shock يعني حس إن فيه فعلا أكنه خد electrical shock بس ما هياش ما هياش painful ما هياش حاجة مؤلمة وما هياش يصعب عليه من هو يشيل إيده من المكان اللي فيه electricity لو هو حاطت إيده على إيد مثلا يعني ممكن واحد لو هو متعرض من خلال إيده من خلال رجله أو whatever ممكن هو يقدر يشيل الطرف بتاعه من غير أي مشكلة يعني لسه الإنسان لغاية الـ 5 ميلي أمبير بيحتفظ بالvoluntary motion يعني يقدر يتحرك زي ما هو عايز يعني يعني basically يعني يقدر يعني يبتعد عن السورس بتاع الكهرباء أعلى من كده الحقيقة بيبقى مشكلة بيبتدي بقى فيه painful shock يعني بمعنى إن هو بيبتدي بقى الشخص نفسه يعني بيحس بألم لأن الكارن دوت من 6 ميلي أمبير لغاية 16 بيبتدي يعمل very strong muscular contractions بتبع مؤلمة جدا من نسبة للشخص والحقيقة بنتكلم على يعني basically ممكن يعني في أي واحدة من الكارنز يعني حسب طبيعة الشخص نفسه حسب ميل أو في ميل حسب الbody build حسب حاجات كتيرة حقيقة ممكن في أي كارنز دول ممكن هو ما يقدرش إن هو يشير إيدو ما يقدرش إن هو يعني يبتعد عن السورس الكارنز اللي عنده نقدر إن إحنا نبتعد هو بنسميه let go current let go current بيبقى بعديه ما نقدرش نعمل الكلمرة فالحقيقة إحنا نتكلم على خمسة ميلي أمبير نقدر definitely يعني نعتبر نفسي نقدر إن إحنا نبتعد عن السورس الكارنز أعلى من كده يعني الحقيقة ما ما لدمنش يعني في رينج من 6 إلى 16 بيبقى فيه painful shock وما لدمنش إن إحنا نقدر نشيل إيدينا من المكان اللي هو كان فيه electricity أعلى من كده بقى لأ بنمتدي بقى نخش في رينج ممكن يبقى فيه خطورة يعني من 17 إلى 99 ميلي أمبير يعني نتكلم على current اللي ماشي داخل جسم الإنسان في الرينج دوت extreme pain يعني قلم شديد جدا respiratory arrest يعني معناها إنه ممكن يبقى فيه توقف في التنفس severe muscular contractions يعني فيه بقى contractions in the muscle بطريقة عنيفة جدا ويعني definitely الشخص ما يدرش إن هو يبتعد عن السورس والوفاء الحقيقة ممكن تبقى احتمال في الوضع ده من أول 100 ميلي أمبير لغاية 2 أمبير أو 2000 ميلي أمبير بيحصل ventricular fibrillation طبعا زي ما إحنا عارفين إحنا جهاد الدفibrillator معمول علشان ينقص حياة المريض فإحنا بنتكلم هنا عكس الكلام ده بقى يعني الكهرباء هنا الحقيقة ممكن تؤدي لحدوث ventricular fibrillation اللي هو بيبقى وضع خطير جدا بيبقى فيه contractions بتخصد داخل القلب بتبقى ضعيفة جدا وسريعة جدا بتبقى كأنها رعشة لكنها يعني vibration كده ما بتدرش ان هي تضغط الدم ما بتدرش ان هي تبوش الدم في systemic circulation عشان يوصل مثلا للمخ ويوصل للأعضاء اللي هي تعتبر vital عشان حياة الإنسان فبالتالي هنا بيبقى death is likely يعني بمعنى ان احنا بنتكلم على ان الوفاء هنا بتبقى هي الحاجة الغالبة اللي بتحصل عند الكارنس العالي قوي. أعلى من كده ده بنتوصل بقى اعلى من 2000 مليا امبير زيلي 2 امبيرز لما اعلى من كده بقى كcurrent بيحصل توقف لعضلة القلب ممكن يحصل internal organ damage وCV burns والdeath بيبقى طبعا هنا بيبقى even more likely عن هنا لما بتكلم على current بالشكل ده كده حد ماشي في جسمه اثنين امبير بنتكلم ان الحرارة المتولدة ممكن هي تعمل burning للأعضاء الداخلية داخل الجسم وبالتالي بيبقى يعني مش بس بنتكلم على electrical shock وتوقف في القلب لا بنتكلم كمان انه ممكن يبقى في يعني damage يعني عن طريق الحرارة اللي بتحصل ديت وده بيبقى حاجة في منتقى الفطور الحقيقة. فدي الحقيقة يعني نتكلم على ان احنا عشان نبقى سيف الحقيقة احنا بنتكلم احنا لازم نبقى مثلا واحد مليا امبير او اقل. فاحنا بنحاول دايما الليفل بتاع اللي بيمش بجسم الانسان ما يزدش ابدا عن واحد مليا امبير. نقطة مهمة جدا لازم نلاحظها ان كل الارقام اللي كلها بنكلم عليها دي دي عند الخمسين ستين هيرتز. يعني نكلم دي على ان فيه عندي AC current والAC ده الfrequency تاتو خمسين او ستين. لما بيتغير الfrequency بيتغير التأثير. بيتغير ازاي؟ الكيرب ده بيورينا ان احنا الخمسين او ستين بتبقى حاجة في الرينج اللي هو هنا ده كده. للاسف دي النقطة اللي بيبقى فيها اقل threshold of sensation واقل let go current. يعني بمعنى ان هو ده اخطر كارة اخطر frequency يعني اخطر frequency للكهرباء هي بتبقى في الرينج اللي هو بتاع AC. لما بنروح ناحية DC بنلاقي ان الثراشل ده بيعلى. ونلاقي ان هو برضو في لما الفريكنس بتاعلى قوي مثلا بتوصل 10k ولا whatever بتلاقي برضو التراشل ده بيعلى. بمعنى ان انا لو بتكلم على عندي current عند الستين مثلا بنتكلم ان احنا ماكسمم خمستاشر ستاشر ميلي امبير لو احنا خدنا الرقم دوت ان هو يعني ممكن يوصل لغاية ستاشر ميلي امبير ما يبقاش فيه مشكلة. فبنكلم عند الستين بيبقى حوالي ستاشر ميلي امبير. لما بكلم على عشرة كي بتكلم على حاجة حاجة وسبعين ميلي امبير. بيعمل لي نفس الحاجة نفس يعني الخطورة في عند العشرة كي بتبتدي من عند خمسة وسبعين ميلي امبير مش عند ستاشر ميلي امبير زي ما هي في ستين. نفس الكلام لو احنا بصينا على الكيرب ده بقى لو كمنا معا لغاية الدي سي هنلاقي ان هو بيطلع برضو يعني بطريقة شبه دي كده. فعامتا هنعرف ان احنا الفريكنسي لما بتقل تبقى قريبة من الدي سي او لما تبقى في الرينج بتاع الكيلو هيرتز يعني كيلو هيرتز اعلى من عشرة كي مسلا اوال حتى من واحد كي يعني الحقيقة بتبقى برضو تعتبر يعني اعلى شوية من دي. كل ما احنا علينا في الفريكنسي او كل ما قلينا في الفريكنسي كل ما السيفتي بتاعت الليكتش كارن تبقى افضل. بس احنا طبعا بنتكلم على ان الكهربا الموجودة اللي هي بيحصل منها دايما بيتبقى هي الـ AC. فلازم احنا الحقيقة نديزاين كل حاجة على الكارنس اللي هي يعني بتؤدي للتأثيرات الخطيرة في الستين هيرتز. عشان نده نفهم تأثيرات الكارربة على جسم الانسان لازم نعرف ان الانسان او جسم الانسان بيـ Act as a resistance يعني هو فعليا الموضل بتاعه هو resistance. معناه ان احنا بنتكلم على ان احنا لازم نبقى عارفين على الاقل الرينج بتاع هكام علشان نتخيل الفولتوج اللي يتحط عليها ويمشي الكارنت الخطير اللي احنا بنتكلم عليه دوت يبقى في حدود قدية. فاحنا بنتكلم مموما على ان الـ resistance الاساسية اللي موجودة عندنا في الجسم هي موجودة اساسا في الجلد في الـ skin. فبنتكلم على ان لو احنا بنتكلم على بنـ ease من الكترود الـ surface area بتاعت 1 سنتيمتر سكوار وبنتكلم على ان احنا بنتكلم على dry intact skin يعني يعني جلد ما هواش فيه اي جروح ولا ولا فيه اي مثلا مويتشير ما هواش رطب مثلا ولا حاجة زي كده. الـ resistance range بتكلم من 15 كيلو اوم لغاية واحد ميجا اوم. طبعا بنتكلم على range واسع جدا من 15 كيل واحد ميجا. ده بتأثر طبعا بنسبة المويتشير الموجودة بتتأثر لو فيه اي يعني جروح ولو صغيرة بتأثر يعني وطبعا حسب حالة الـ skin نفسها لو كان مثلا فيه اي كشت مثلا ولا حاجة يعني اي حاجة بتؤثر على حالة الـ skin بتأثر لنا على الـ resistance. بس منكلم من range من 15 كيل لغاية واحد ميجا اوم. طبعا نحن نحن نتكلم على نحن نحن نتكلم كده range ده بيعتمد على the body part يعني المكان نفسه اذا كان الجلدي فيه سميك ولا رفيع. بنكلم على amount of moisture يعني حالة الرطوبة بتاعة الجلد. وبنكلم اذا كان فيه sweating او اذا كان فيه عرق ولا حاجات زي كده لان العرق طبعا زي احنا عارفين هو محلول مالحي بيخلي الـ resistance اقل ما يمكن. لو بنكلم على wet or broken skin لو جبنا بقى يعني حالة عكس اللي احنا بتكلم عليها هنا. بنكلم على resistance الرقم اللي موجود هنا دوت بننزل في الbroken وال wet skin لواحد في المية منه. وده الحقيقة حاجة خطيرة جدا. حاجة لازم نبتعد عنها تماما. يعني بمعنى ان احنا من الحاجات طبعا اللي هي ال common sense مسلا لم حد بيجي يمسك حاجة كهربائية ما بنفعش ان هو يمسكها وايده مبللة. وده حاجة لا علاقة بالكلام ده. كل مكان شخص يعني فيه wet skin موجود عنده. كل مكان resistance اقل. كل مكان احتمال يمشي فيه current اعلى بيبقى اكبر. لما بنكلم على internal resistance بقى يعني اللي كلمنا بنكلم عادي ده ال skin نفسه. ال skin اللي هو مجرد نحن ندخل من بره من خارج الجسم لداخل الجسم. داخل الجسم طبعا بنكلم على cells بنكلم على extra cellular fluid بنكلم على blood بنكلم على حاجات بالشكل ده كده. كل الحاجات اللي موجودة دي عبارة عن يعني fluids او حاجات شبه fluids فيها داخلها fluids. والfluود دي مليانة املائها. فبالتالي resistance بقى تبقى خليلة للغاية. فبنتكلم مثلا على resistance الموجودة عندنا مثلا بتاعت each limb. يعني كل مثلا الarm مثلا او leg او whatever. نتكلم على 200 اوم. يعني داخل الarm نفسها 200 اوم. بنتكلم على trunk عشان طبعا surface area بتاعتها اكبر. يعني لو بنكلم على ده انه هو كده conductor. surface area زي ما احنا عارفين او cross section كل ما كبر كل ما كان resistance اقل. فالtrunk resistance بتاعته 100 اوم بس. فمعنى كده لو بتكلم على resistance between two arms مثلا. نتكلم على 200 زائد 200 زائد 100. نتكلم على 500 اوم. نتكلم برضو resistance between arm و leg. نتكلم على 200. 100. 200. يبقى معنى كده برضو 500 اوم. طبعا resistance قليلة جدا بالنسبة للresistance flat skin. it's very important ان احنا ناخد بالنا ان الاسكن ده هو ده اللي بيمنع في حالات كتيرة ان احنا نصاب باصدمة كهربية. انه هو فعلا هو resistance فاعته اكبر بكتير جدا من resistance بتاعت الاعضاء الداخلية في جسم الانسان. فباسيكلي اي procedure that lowers or eliminates يعني skin resistance increases the vulnerability to microsoft. يعني ما اتكلم مثلا على سبيل المثال. لو بتكلم على bi-potential electrodes. لما بنحط الجل. الجل ده بيريديوس ال skin resistance انتيجة انه هو بيبقى فيه moisture. فمعنى كده ده بيأثر معنا. يعني معنى كده ما احط الالكتروب بتاع ECG ده كده بيعمل لي risk علشان هو بيخلي skin resistance في المنطقة اللي فيها الالكتروب بتبقى اقل. لما بتكلم على electronic thermometers or implantable devices بنعمل bypassing تماما لل skin. يعني الثلمومتر بيدخل مثلا داخل الفم. اوكي. فمعنى كده انه هو خلاص قد bypassed خلاص الجزء الخارجي من الجسم. يعني هو داخل بقى internal دلوقتي. فمعنى كده لو هو electronic يعني معنى كده فيه electricity موجودة. يبقى معنى كده ممكن يبقى برضه فيه خطورة اكتر بكتير جدا من الخطورة بتاعت حاجة خارج الجسم. لو بنكلم على implantable device نفس الكلام. لما يكون عندي device implanted او مزروعة داخل الجسم. يعني اي electronic device مزروعة داخل الجسم برضه يبقى الخطورة منها اكتر بكتير جدا من اي device موجودة خارج الجسم. واحدة من الحاجات المهمة جدا برضه في الجزء الطبية هي earth connection. earth connection هي مفيدة جدا 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 علشان لو في عندي اي leakage داخل الجهاز نفسه. earth connection بتسحبها. يعني بيبقى عندي مثلا لو فيه earth connection موجودة بالشك كده كده. لو فرضا في عندي multiple devices ركبين على الpatient يعني فرضا مركبين عليه ECG. وحطين الالكترسيرجيك اليونت يعني فرضا الpatient ده موجود في غرفة عمليات بيعمل عملية جراحية بيستعمل الطبيب الالكترسيرجيك اليونت عشان يقطع بيها عشان يعمل بيها العملية الجراحية. وفيه ECG علشان يقدر يبص على ال vital science تاتي الpatient. لو حصل اي leakage بيمشي في طريق انه هو يروح عطول على الearth. وكل device الليكتج بتاعها بيمشي عن طريق الearth بتاعها. فمعنى كده لو فيه leakage هنا هيمشي كده في الالكترسيرجيك اليونت. ولو فيه leakage هنا هيمشي في السك ده. لو حصل broken connection لو حصل ان فيه earth connection في واحدة من الاكهزة بقى فيها مشكلة بقى يحصل حاجة خطيرة جدا ان دلوقتي في الجهاز دوت ما بقاش فيه الجزء اللي بيودي من الجهاز نفسه للearth. فاقرب حاجة علشان يقدر يوصل للearth هتبقى من خلال الpatient للأسف. نتيجة ان فيه earth connection في الجهاز التاني موجودة. فهيبقى اقرب connection للearth ان هو يمشي من خلال الpatient ومن خلال ground plate اللي تتحطى عندنا فيه الاكترسيرجيك اليونت. وتوصل منها عشان تخش مع الايرث. مع الاكترسيرجيك اليونت في الايرث بتاع الاكترسيرجيك اليونت. فده بيسبب ان فيه زيادة جدا 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 يمشي داخل الpatient ده ممكن بيبقى فيه خطورة على الحياة. فبالتالي الكون ده بنسميه ground fault وله الحقيقة لازم نمنعه باي شكل. والحقيقة في بعض الديفايسز بتبقى حاجة زي ديتكتور كده بيديتكتر يعني اذا كان فيه بالنسبة للاطراف بتاع الجهاز يعني بيقدر يدتكت ال ground fault ويقدر ان هو يوقف حاجة زي كده. بس عموما احنا لازم نمكشور ان كل الاجهزة التطبية متصلة بال Earth اللي موجود في المستشفى بشكل effective يعني ما بقاش فيه اي broken connection خلاص. طبعا احنا نتكلم على ان احنا عندنا يعني اللاوب وال values بتاعة ال current اللي احنا نتكلم عليه لو احنا نتكلم عن leakage current اللي ممكن يمشي ونقبله. الحقيقة بنتكلم على طبعا حسب نوع الجهاز وحسب ال accessory وحسب الحاجات دي كلها. يعني بتكلم عن مثلا على DC بنتكلم على ال current يعني ما يزيدش عن مثلا 10 ميكرو امبير يعني ال range بتاعنا. لو نتكلم على auxiliary circuit بنتكلم على يعني بنتكلم مثلا في ال leakage current بنتكلم على 10 ميكرو امبير بالنسبة لل DC. بالنسبة لل AC 100 ميكرو امبير ما يزيدش عن كده. لو نتكلم على يعني يعني حسب بقى النوع نفسه classification بتاع الجهاز نفسه. لو هو مثلا type B غير type BF غير type CF. حسب classification بتاع الجهاز. احنا ممكن نقبل مثلا لغاية 500 ميكرو امبير يعني يعني معنا كده نصف ميلي امبير. which is يعتبر safe. يعني يعتبر الى حد ما ما هواش خطير لان احنا بتكلم عن 1 ميلي امبير ده. ده threshold of sensation. يعني مجرد ان كده تحس ان في حاجة. فبنتكلم على ان احنا لو عندنا جهاز مفروض ان هو يتصمم ان هو ما يمشيش فيه leakage current لل AC اكتر من كده باي حال من الاحوال. بنتكلم على مثلا يعني طبعا في عندنا احوال كتيرة طبعا لل condition زي ممكن تحصل. وبنتكلم على condition هو بيبقى normal condition نفسه leakage current بيبقى فيه حاجة معينة. single fault condition لو بيكون في عندي ground fault مثلا ويعني حصل بيبقى condition نفسه بيحصل يعني كده يمشي فيه بقى قد ايه. فهنا احنا متكلم على maximum هو نص ميلي امبير. الاحوال العادية مفروض ما يزيدش ابدا باي حال من الاحوال عن 100 micro ampere اللي هي point one ميلي امبير. اوكي. فطبعا احنا احنا بنتكلم على حسب اذا كان مثلا في multiple devices يبقى total بتاعها ممكن يبقى اعلى شوية بس برضو في كل الاحوال لو شوفنا ال table كله حتى لو فيه single fault condition بنتكلم على في اقصى حاجة لما يكون عندنا multiple devices بيعملوا leakage كلهم الماكسما بتاعهم ما يزيدش عن واحد ميلي امبير باي حال من الاحوال. فيه عندنا اجهزة الحقيقة بتجدوا تقسللنا الكلام ده برضو نتست بيها الاجهزة الطبية وديه لازم الحقيقة تتعامل بصفة دورية علشان نتأكد من ان الجهاز يعتبر safe من ناحية الالكترية. لو احنا متكلم بقى على safety precautions عموما نتكلم على حاجات common sense كلها الحقيقة كلها حاجات يعني لو احنا بنجمعينها كلها مع بعض هنا كده بس هي حاجات كلها لما نفكر فيها كلها حاجات لو نفكر فيها بالمنطق لا ان هي كلها حاجات بنعملها من غير ما نفكر يعني يعني مثلا بنتكلم على اول حاجة we have to read the manufacturing instructions on equipment يعني لازم لما نيجي نركب جهاز لازم نتأكد هو بيتركب ازاي على الكهرباء ولازم نتأكد هو بيوصل ازاي بالpatient ما ينفعش ان احنا نعمل حاجة زي كده من غير ما نبص في ال instructions on equipment بتكلم ان احنا لما نيجي نستعمل ladder لما نيجي نعمل مثلا electrical work لازم نستعمل سلالم ما هياش مصنوعة من مادة conductive يعني لازم يكون فيها rubber مثلا او فيها مادة تبقى غير موصلة للكهرباء بحيث ان انا لو حصل لقدر الله اي مشكلة ما يبقاش ladder نفسها موصلاني بال ground موصلها للشخص الواقف ده بال ground بنتكلم على لازم يبقى فيه emergency plan يعني عما تبدأ لازم يكون في دايما في اي مكان في مستشفى او في اي مكان عموما لازم يبقى فيه emergency plan تقول لنا ايه اللي بيحصل لما يحصل مثلا ايه اللي بيحصل بصدق لازم يبقى حطيني البلان دي وناس كلها عارفاها بحيث لو حصل لقدر الله حاجة زي كده نقدر نتصرف والشخص اللي هو حصله ده لو كان فيه فرصة انه هو يعني ما يتعرضش الخطر على حياته يبقى طبعا يعني او نقدر ننقذه طبعا يبقى يعني حاجة تبقى مهمة جدا بالنسبة للتولز يستحسن طبعا نستعمل insulated tools يعني tools نفسها تبقى ما بتوصلش الكهرباء يبقى ال handle بتاع ما بيوصلش الكهرباء بنتكلم على ان في عندنا procedure كده بيسميها ال PPE اللي هي personal protective equipment يعني عماتنا بيبقى فيه يعني gloves بيبقى فيه مثلا بنتكلم على ال boots برضو بنتكلم على clothing نفسه لازم يبقى flame resistant عشان لو مشي فيه current مثلا المفتوض ما مشيش فيه current أصلا بس نقطة انه هو ما يبقاش سهل اللي هو يعني يتعرض للحريق يعني او يقدر ان هو يولع بنتكلم على hard hat طبعا في بعض الاماكن eye protection يعني مثلا personal protective equipment يجب ان تبقى موجودة الشخص اللي بيستعمل او بيشتغل في الكهرباء لازم الحقيقة ياخد احتياطاته لازم يبقى لابس الملابس المناسبة واللي هي تمنعه انه هو يتعرض الالكتوكالشوك فيه الحقيقة واحدة من البروسيدجرز المهمة اللي بعض الهيئات اللي زي الاوشا مثلا اللي هي Occupational Safety and Health Agency اللي موجودة في امريكا فيه حاجة اسمها lookout tag out procedure يعني دي معناها ايه؟ معناها انها دلوقتي لما اجي مثلا اشتغل على جهاز طبي فرضا بشتغل على جهاز imaging مثلا وجهاز imaging دوت الكهرباء بتاع تواصله عن طريق معين يعني يعني عن طريق مثلا بوكس معين مثلا وانا باخد منه الكهرباء وفرضا ان انا هشتغل في حاجات فيها connection with electrical wires وعايز افصل الكهرباء لما اجي افصل الكهرباء ما ينفعش ان انا افصلها واسيبها كده من غير مكتب عليها tag ان انا انا اللي افصلها عشان كذا واقفل المنطقة دي لو اقدر بحيس ان محدش يقدر يدخل ويري connect ال wiring اللي انا عملته اللي هو الحاجات اللي اعملتها disconnection يعني بمعنى انت دلوقتي لما يكون حد يشتغل في الجهاز لازم يميكشور ان وهو شغال في الجهاز الكهرباء مفصولة وان الكهرباء المفصولة دي الناس عارف ان هي مفصولة وعشان بيحصل كذا وما يحدش يقدر ان هو يعملها reconnection بان هي تبقى مغلقة او في حاجة محطوطة عليها بحيس محدش يقدر ان هو يعيد توصيلها دي بعض الحاجات لما يكون في عندنا امكانية ان احنا نعملها طبعا يفضل ان احنا نعملها لان هي طبعا ممكن هي تفرق فرق كبير الحقيقة لما يعني بدل ما يحصل خطأ ولا حاجة والخطأ بيبقى وارد في حاجات كتيرة وطبعا الخطأ ده بيبقى الحقيقة يعني تعمل بيبقى فادح جدا يعني اخر حاجة واهم حاجة لما يكون متعامل مع حاجة فيها high voltage ما فيش داعي ناخد ما فيش داعي نعمل الحاجة لو فيه procedure مثلا فيها اربع خطوات ما نقولش والله الخطوة الاولينية مش مهمة وممكن نعملها من الخطوة التانية على طول لا خلينا نمشي كل حاجة ونمشي كل حاجة بطريقة يعني فيها حرص شديد جدا 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 وما فيش داعي نحن نحاول نحن نعمل حاجة بسرعة في الكهرباء بالذات ما فيش داعي اللي استجال لازم نعمل كل حاجة وتاخد وقتها علشان ما يبقاش فيها اي خطورة على حياة الشخص اللي هو بيشتغل فيه بنتكلم برضو على عموما بالنسبة لبرضو الprecautions ان ناخدها ان لازم السيركيت تبقى properly grounded وباسيكلي لما حد يجي يشتغل في السيركيت don't assume انها de-energized يعني ما فيهاش الكهرباء يعني مثلا فرضا في بعض الأجهزة مثلا زي ال defibrillator ممكن نلاقي ان الكاباستور الموجود داخل ال defibrillator هنلاقي مشحون وده ممكن يبقى فيه خطورة على حياة الشخص اللي بيشتغل فيه لو هو مش واخد باله فقبل ما حد يشتغل في حاجة فيها كهرباء يبقى عندك مفاك تاست يبقى عندك فولتميتر يبقى عندك اداة تدار تتأكد ان ما فيش فولتج قبل ما تشتغل عليها بعد كده بيجي بتتكلم على ان كنت يعني ال dirt اللي بيتكون على اطراف ال tools دعتك ممكن الحقيقية ممكن يعمل شورت بين حاجة وحاجة ممكن هو يعني يعمل لك مشاكل الحقيقة مفيش داعي منها فلازم التول بتاعتك تبقى very clean عشان يعني ما يبقاش فيها منها اي خطورة على ال circuit وما يبقاش فيها خطورة عليك انت كم بنتكلم على keep yourself and your work area dry and clean يعني مفيش داعي ان يعني الشخص نفسه يبقى في اي يعني اي بلل في المنطقة اي بلل في ال clothing او whatever لان الحاجات تبقى فيها خطورة زي ما احنا عارفين مع الكهرباء يعني نفس الكلام بالنسبة لل يعني حاجات كتير الحقيقة برضو لازم ان احنا ناخد بالنا منها علشان ما يبقاش فيها اي مشكلة بالنسبة للشخص اللي بيشتغل لو في حد مثلا بيلبس مثلا يعني اي حاجة فيها يعني لا يسعب من الاسباب الناس بتبقى يعني نستعمل لحاجة زي كده لازم برضو يعني يستحسن بلاش والشخص بيشتغل في الكهرباء يعني بعض الاحيان بيبقى فيها عندنا بعض الديفايس بيسموها arc flash يعني نتكلم ان هي ممكن تعمل يعني مش بس ان انا لما المسها ممكن يبقى فيه الكتريكال شوك لا ببعض الحاجات ممكن تعمل يعني تعمل حاجة زي يعني حاجة زي كده او تعمل حاجة زي شرارة كده والشرارة دي تنقل الكهرباء للشخص نفسه فناخد بالنا من الحاجات اللي زي كده ونتأكد تماما ان احنا المسافة اللي بينا وبين الحاجات اللي زي كده تبقى safe بحيث ما يحصلش حاجة زي كده وطبعا بالنسبة لل extension cords الحقيقى يعني الحقيقى دي ما يستحسنش الناس تستعملها علشان extension cords زي ما يبقى فيها مشاكل كتيرة الحقيقى ساعات ground بتاعتها متبقاش مزبوطة ساعات متبقاش يعني ground ممكن تبقى مثلا شكل اني فيها ground بس actually internally متبقاش connected بشكل proper فavoid using extension cords ولو هتستعملها لازم تأكد ان هي فيها ground connection تبقى واصلة بشكل سليم تابعوا موني الهاتف اشتركوا في القناة انقاذ انقاذ انت جمق喔 انقاذ